اشتركوا في القناة على اداء محمد صلاح اليوم تقارير ريال مدريد يريد التعاقد مع محمد صلاح باي ثمن كلوب صلاح الافضل ولست راضي عن النتيجة لهذا السبب السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو الى 9000 لايك لو بتحب محمد صلاح ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبي للنجم المصرية ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول محمد صلاح ينضم لأساطين ليفربول بارقام قياسية لن تتحطم واصل محمد صلاح اداءه الراقي مع ليفربول للموسم الثالث على التوالي منذ انتقاله الى الريدس في عام 2017 قادما من روما الايطالي ووقع على مباراته رقم 100 في الدور الانجليزي والتي سجل فيها هدفا في الفوز على بورماثا باثنين مقابل هدف ليرفع رصيده الى 70 هدفا في المسابقة حتى الان ونجح محمد صلاح في تسجيل 70 هدفا حتى الان قادته للتتويج بجائزة الحذاء الذهبي في الموسمين الماضيين كهداف للبريمليغ وينافسه على المركز الثالث على التوالي بالموسم الجاري ويحتل محمد صلاح صدارة قائمة هدفي ليفربول في البريمليغ هذا الموسم 2019-2020 برصيد 16 هدفا بفارق هدف عن ساد يوماني ورفع النجم المصري رصيده الى 20 هدفا مع ليفربول في كل منافسات هذا الموسم ليكرر ما حققه مايكل اوين بتسجيل 20 هدفا او اكثر في ثلاثة مواسم متتالية مع الريدز ويصبح النجم المصري اول لاعب في نادي ليفربول يحقق هذا الانجاز منذ موسم 2002-2003 ساد يوماني يبدو انني ساعمل بنصيحة كلوب وسأتعلم بنصلاح من الواضح للغاية ان ساد يوماني قرر ان يعمل بنصيحة المدرب الالماني والتي نصحه فيها بالتعلم من المصري محمد صلاح واضاف ساد يوماني في تصريحات خاصة انه حزين جدا على المستوى المتذبذب في الفترة الماضية وانهى حديثه قائلا يبدو انني ساعمل بنصيحة مدربي واحاول ان اتعلم من صلاح مدربه القديم محمد صلاح اهلاوي محمد صلاح اهلاوي شاهدنا ذلك من تعاملاته وتصرفاته هكذا كشف محمد عود المدير الفني لنادي المقاولون العرب السابق ومدرب محمد صلاح اثناء فترة تواجد نجم وهداف ليفربول في ذئاب الجبل واكد عودة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة صدى البلد محمد صلاح طلق عروضا كثيرا من الاهل والزمالك مر على نادي المقاولون العديد من المدربين والمشرفين على الكرة لكن مع كل مسئول كانت العروض تأتي وتابع الاهلي سعى بقوة لضم محمد صلاح وارسلوا لنا اكثر من مندوب ولكنه كان يريد الاحتراف كلما كان يعرض عليه الانضمام للنادي الاهلي او الزمالك يرفض ويؤكد انه يريد الاحتراف واختتم صلاح لو كان لعب في الاهلي او الزمالك لن يصل لما وصل له الان تطور كثيرا من ضمامه لبازل السويسري كلوب يكشف سبب احتفاله الغاضب بعد هدف محمد صلاح امام بورماثا اعترف يورجين كلوب المدير الفني لفريق ليفربولا انه اعتمد الاحتفال بهدف محمد صلاح اليوم في وجه حكم الرايا خلال مواجهة بورماثا كلوب ابدى غضبه من احتساب الهدف الاول لبورماثا حيث كان يرى وجود مخالفة على كالوم والسون محرز الهدف بعدما دفع جو جوميز قبل عملية التسجيل وركض كلوب نحو الحكم المساعد في فرحة عارمة عقب هدف التعادل لليفربول الذي سجله محمد صلاح وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة انديمينديتا الانجليزية هل كان يوجد اي شخص في غرفة البار يعتقد عدم وجود مخالفة في هدف بورماثا هناك مخالفة بالفعل واضاف المدرب الالماني اعتقد ان الدفع كانت كافية لجعل جوميز يعاني وانا متأكد ان مايك دين الحكم الرابع كان يرى ان هناك مخالفة ولكن ليس من مهمته ان يتدخل انها مهمة الفار وتابع اذا لم تكن هناك مخالفة فلا مشكلة ولكن عندما يكون الامر واضحا لن يشعر احدا بالاريحية حيال ذلك يجب ان يكون الامر سهلا مع شخص يشاهد الواقع على الشاشة واتام نعم لقد تعمدت الاحتفال في اتجاه الحكم الرابع لم اكن سعيدا بذلك ولكن لم اقل اي شيء خلال احتفالي الفيفا يحتفي بارقام محمد صلاح في ليلة الماوية بالدور الانجليزي سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الضوء على الارقام القياسية التي سجلها النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربولا الانجليزي بعدما قاد الريدز للفوز على ضيفه بورنماث بنتيجة اثنين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب انفلد ضمن منافسات الجولة التاسع والعشرين من عمر مصابقة الدوري الانجليزي الممتاز لبريمليغ وكتبت الصفحة الرسمية للفيفا على تويتر محمد صلاح يواصل كتابة الارقام اول لاعب في ليفربول يسجل عشرين هدفا في كل المسابقات في ثلاثة مواسم متتالية منذ مايكل اوين الفين الفين وثلاثة سجل سبعين هدفا خلال مائة مباراة في الدوري اكثر بسبعة اهداف من اي لاعب لعب نفس العدد من اللقاءات وعزز محمد صلاح سجله المثالي ضد فريق بارموت بعدما نجح في هز شباكه بجميع المواجهات التي شارك فيها مع ليفربول ضده حيث رفع رصيده الى ثماني اهداف في ست مواجهات وسجل محمد صلاح ظهوره في المائة مباراة مع ليفربول في ليفريمليغ منذ انضمامه اليه في صيف الفين وسبعة عشر قادما من نادي روبا الايطالي ليخوض النجم المصري مسيرة حافلة بالالقاب والانجازات في الملاعب الانجليزية سواء الجماعية او الفردية ونجح محمد صلاح في تسجيل سبعين هدفا حتى الان في مشاركته بالمؤوية الاولى بقميز الريدز في الدور الانجليزي كما صنع سبعة وعشرين هدفا اخر ليصبح اكثر لاعب في تاريخ ليفربول يصل لهذا استجيل التهديف باول مائة مباراة بالمسابقة محمد صلاح ما بين حلم مدريد وصناعة التاريخ في انفلد يبدو ان نجم فريق الليفربول الانجليزي محمد صلاح سيكون النجم الاول لموسم الانتقالات الصيفية القادمة وذلك بعدما ابدا نادي ريال مدريد الاسباني رغبة كبيرة في الحصول على خدمات النجم الدول المصري والان عزائي المشاهدين اعتقد اننا وصلنا الى نهاية الحلقة ولكن قبل ان انهي حديثي ساطرح عليكم سؤال واتمنى منكم المشاركة بارايكم في التعليقات هل صلاح مرشح للفوز بلقب الدور مع ليفربول وهل ليفربول ما زال الفريق الاقوى في اوروبا لا تنسوا ان تشاركوا بارايكم في التعليقات ولا تنسوا ان تضغطوا لايك اسفل الفيديو من اجل دعمنا وفي النهاية اتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باولا وقبل ان ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي اشتركوا في القناة